يطوي البرلمان الباكستاني صفحة رئيس الوزراء السابق عمران خان مدشنا على عجالة أخرى صفحة جديدة في مسيرة البلاد السياسية عنوانها شهباز شريف ولد شريف عام 1950 في مدينة لاهور وهو نجل رجل صناعي ثريق شق طريقه بعيدا عن عمل والده واتجه نخوى السياسة كشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف يعتبر شهباز أحد أهم رؤساء حكومة تقليم البلجاب في باكستان حيث شغل رئاستها لثلاث مرات تخلى لها اعتقال ولفيو بعد إطاحة حكومة نواز شريف من قبل الجيش نهاية تسعينات القرن الماضي على يد الجنرال برويز مشرف انتخب شهباز شريف مضور في الجمعية الوطنية الباكستانية لأربع مرات بدات منذ عام 1990 ينسب له الفضل في تحديث البنى التحتية لإقليم البلجاب بعد أن شغل منصب رئاسة الحكومة لثلاث مرات كأكثر من استمر في منصب رئاسة حكومة البلجاب كان آخرها في انتخابات عام 2013 خسر انتخابات 2018 أمام عمران خان بعد أن كان مرشحا لرئاسة الحكومة بعد إطاحة شقيقه نواز شريف عام 2017 ومنذ ذلك الحين شغلا شهباز منصب زعيم المعارضة ورئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وعلى غرار ما حدث مع العديد من أفراد عائلة شريف طالت اتهاماتهم بالمحسومية والفساد وغسل الأموال شهباز ونجله وحمزة تعرض للاعتقال أيضا أثناء ولاية عمران خان بتهم تتعلق بالفساد وأطلقت محكمة الأهور العليا صراحه في أبريل العام الماضي بكفالة وبملحه الثقة من الجمعية الوطنية الباكستانية يبدأ شهباز شريف رئاسته لحكومة جديدة في إسلام آباد تنتظرها استحقاقات العديدة على رأسها الوضع الاقتصادي الصعب أحبا سعيدة تيارتي عربي ترجمة نانسي قنقر